اعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة عن سعادته الكبيرة بنجاح مؤتمر ومعرض تكنو لا إعاقة الذي أصدل الستار على فعالياته يوم أمس للتعرف على الحلول والوسائل الحديثة والمبتكرة في خدمة ذوي الإعاقة وقال سموه إن المؤتمر شهد مشاركة واسعة وجلسات وورش عمل تميزت بالحقول العلمية والمعرفية والتجارب الإنسانية الممتزجة مع أطروحات الأكاديميين والاختصاصيين في المجال التكنولوجي والوسائل التقنيات الحديثة لمساندة ذوي العزيمة مؤكدا سموه أن المؤتمر حقق الأهداف التي رسمناها والتي تصب في مصلحة تعزيز أهمية توجيه الرعاية والدعم لفئة ذوي العزيمة من أجل أن تنعم بحياة طبيعية متجاوزة صور وأشكال الإعاقة المختلفة وعبر سموه عن فخره بالطاقة والإمكانات والقدرات التي يمتلكها ذو العزيمة وإصرارهم على الإبداع والتميز مؤكدا سموه الاستمرار في إطلاق المبادرات الجديدة الهدفة إلى تلبية طموحات هذه الفئة بما يعزز اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع كما وجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الشكرة والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعي الخليفة وجميع اللجان العاملة أوصى مؤتمر تكنولا إعاقة في يومه الأخير بإنشاء مؤسسة لتبني وتصنيع ودعم وتسويق التجارب الإبداعية في مجال التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي العزيمة وأهمية استغلال التكنولوجيا للارتقاء بهم والعمل على توفير كافة احتياجاتهم في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز المبادرات التطوعية خدمة لهذه الفئة مع التركيز على تدريب المهنيين وأولياء الأمور والمتخصصين بالتقنيات المساعدة للتقليل من التحديات التي تواجه ذوي العزيمة في حياتهم اليومية كانت الورقة تتكلم عن وسائل التكنولوجيا واستخدامها مع الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وخذنا نموذج لطرق الإثراء البديل أو نماذج الإثراء البديل وكيف نوظف الأجهزة الإلكترونية أو التكنولوجيا المساعدة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء أن كانت هذه الوسائل التكنولوجية بسيطة أم متوسطة أو مرتفعة الأداء توظيف التكنولوجيا في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي العزيمة فليلاحظنا أن التكنولوجيا مرغوب فيها من قبل الحضور من قبل الجمهور من قبل المستمعين ويعني استحسنها والفكرة ولكن كانت المشكلة تدور حول المبالغ الباهظة في الحصول على هذه الأجهزة وأين الجهات الداعمة وكيفية الحصول على هذه الأجهزة داخل المراكز أو المدارس كان الحديث يدور في نهاية الأمر أن الأجهزة متطورة ولكن المراكز والمدارس تحتاج إلى دعم مادي عالي العلمية المقدمة للمؤتمر تتناول تصميم تطبيق ذكي للأجهزة الذكية تساعد أطفال ذوي العزيمة اللي تراوحون الأعمار من خمسة إلى عشر سنوات وكان لفئة معينة منهم هم أصحاب التوحد تطبيق الجوال كان هو يساعدهم في تحديد نوعية التعلم من قبل أولياء الأمور وتمت أيضا عمل دراسة تحليلية قبل تصميم هذا التطبيق لأحد عشر مركز في مملكة البحرين منها استنتجنا أهم أنواع اللعاقات وعلى أساسها تمت استهداف الفئة المستهدفة هم أصحاب توحد أوراق العمل المطروحة في جلسات المؤتمر وورش عمله لم تغفل الدورة المهمة لأولياء الأمور في توفير البيئة المناسبة للمعاق وتقنيات التعليم الحديثة التي ستساهم في تسهيل مهمتهم خصوصا وإن مسؤولياتهم كبيرة وهمهم أكبر وكل ما يتم طرحه في هذا المجال بلا شك سيدخلهم في خانة التحدي لإظهار إن كل معاق متميز قادر على الإبداع والعطاء في المجتمع ورقتي كانت عن البرنامج معتمد للفصول الافتراضية في تحسين اتجاهات الأمهات طالبات ذوي الإعاقة الفكرية في الأحساء تكلمت فيها عن تعريف الفصول الافتراضية عن أهمية الفصول الافتراضية عن البرنامج الذي تم إسنادة في هذه الفصول كان برنامج تعليمي تدريبي برنامج إرشادي موجه للأمهات ناقشت فيها بعد برضو أفضل الوسائل أن هذه الفصول ليش أنا استخدمتها الأجلس المسبب كان المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك الله كبيرة جدا فالفصول الافتراضية تسهل الوصول للأبناء ذوي الإعاقة في القرى أو الهجار بالإضافة إلى ذلك تساعد ولية الأمر في يومه الأخير بحث تكنولا إعاقة من خلال جلساته الأربع عددا من المواضيع التي سلطت الضوء على قدرات المعاق والمساهمة الفعالة للتكنولوجيا المساعدة وأدواتها الخصبة والتي لو تم تفعلها بالشكل الصحيح ستدخل المعاق إلى عالم جديد مليء بالمعرفة تطبيقات عربية وبحوثة والدراسات قام بها المهتمون بذوي العزيمة لإيمانهم المطلق بأن كل معاقم في هذه الحياة قادر على الإبداع والإنجاز والعطاء خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين